أنا اسمي أزلاف محمد من العيون الشرقية وجدة المغرب في هذا الفيديو الرابع أترجم جزءا آخرا من الإنجليزية إلى العربية من كتاب التحكم في العقل أو الدماغ قمة التكنولوجيا العالية للدكتور الأمريكي نيك بيجيش عنوان هذا الكتاب بالإنجليزية على الإنترنت هو هذا تحت عنوان سلاح العقل أو الدماغ يقول الدكتور نيك بيجيش في كتابه هذا في عام 1984 نشر موضوع في جريدة في أمريكا تحت عنوان تشكيلية الموجات المغناطيسية في النزاعات الخفيفة وهذا الموضوع يقول الكثير عن اهتمام الجيش بالإشعاع المغناطيسي وما يقوله هو كالتالي نتائج عدة دراسات نشرت في السنوات القليلة الأخيرة تبين أن تأثيرات بيولوجيا نوعية يمكن إحداثها في الإنسان بالتحكم في خاصيات المجال الكهرومغناطيسي الخارجي بعض عناصر هذا المجال التي يمكن استغلالها هي ذبذبات الموجات وشكل الموجات ونظم النبضات ومدة النبض ودرجة ذروة أو علو النبض ودرجة التكرار والتضمين أو تعديل السعة ثم توازن أو تناظر أو عدم تناظر النبضات أولا عدة تأثيرات سريرية بالإشعاع الكهرومغناطيسي المغناطيسي اكتشفت عن طريق إيصال الطيار مباشرة إلى جلد جسم الإنسان ثم بعد ذلك نفس التأثيرات تم خلقها عن طريق استعمال مجال كهرومغناطيسي خارجي وعن بعد من الجسم إن الإشعاع الكهرومغناطيسي يحدث ويحسن التأثيرات التالية في الإنسان والحيوان أولا إثارة تجدد أو إحياء العظام في علاج الكسر ثانيا علاج علاج كسر العظام الطبيعي ثالثا علاج التهاب المفاصل الولادي أو الوراثي رابعا علاج الجرح خامسا بنج أو تخذير كهربائي سادسا علاج التشنج أو الاختلاع سابعا تغيير السلوك عند الحيوان ثامنا تغيير المخطط البياني للدماغ لدى الحيوان والإنسان تاسعا تغيير شكل دماغ الحيوان عاشرا القيام بوظيفة علاج الوخز الإبري الصيني حادي عشر علاج الإدمان على المخدرات ثاني عشر الإثارة الكهربائية لتخفيف الألم ثالث عشر علاج الخلايا العصبية التي تغيرت هذه فقط بعض تأثيرات الإشعاع المغناطيسي التي نشرت لائحتها في العشرات سنوات الأخيرة وهذه اللائحة ليست مستفيدة أو كاملة وهي لا تحتوي على التأثيرات التي أنجزتها في رقروسيا وأوروبا الشرقية كما هو الحال بالنسبة لكل الجهود الإنسانية إن استعمال الإشعاع الكهربائيغناطي سلاح دو حدين بحيث يمكنه أن يحدث مزايا ذات أهمية كبيرة وفي نفس الوقت يمكن استغلاله بطريقة متحكم فيها لأغراض عسكرية وعمليات سرية هذه الجريدة أعلى تركز على الاستعمالات المحتملة للإشعاع الكهربائيغناطيسي في النزاعات الغير الحادة تقول هذه الجريدة إن استغلال تكنولوجيا الإشعاع الكهربائيغناطيسي في الميدان العسكري ما زال في بدايته ولم تقر الولايات المتحدة الأمريكية بكونه خيارا يمكن أن تلتجئ إليه إلا منذ عهد قريب في عام 1982 كان لمجلة للقوات الجوية الأمريكية لها تخصص في التكنوبيولوجيا ما تقوله في هذا الموضوع وهو كالتالي حاليا المعطيات المطوفرة تسمح لنا بالتنبؤ أن مجالات الإشعاع من نوع الموجات المغناطيسية ذات الذبذبات أو الطاقة المنخفضة من نوع الراديو تعتبر تهديدا عسكري قويا وثوريا العلاج بالصدمة الكهربائية يبين قدرة الطيار الكهربائي على قطع أو إيقاف العمل الذهني لمدة قصيرة للحصول على إمكانية خلق بنية جديدة أو تجديد للأجوبة العاطفية ولفترات طويلة إن تجربة العلاج بالصدمة الكهربائية على الدماغ والتجارب بواسطة الإشعاع المغناطيسي من نوع الراديو ذو الطاقة والذبذبات المنخفضة والمعرفة المتقدمة لعمل الدماغ كعضو يستعمل الكهرباء في إرسال البرقيات توحي كلها بأن المجال الكهربائي مغناطيسي يستطيع خلق اضطراب أو خلل في السلوك الثابت العز وذو الجرأة ثم توجيه هذا السلوك لدى الأشخاص وأكثر من ذلك فإن مرور طيار بقوة 100 ميلي أمبر عبر عضلة القلب يحدث شلل القلب ثم الموت وهذا كله يبين تأثير هذا السلاح المغناطيسي ذو سرعة تساوي سرعة الضوء القيام بسكانير سريع بواسطة نظم الإشعاع المغناطيسي من نوع الراديو ذو الطاقة أو الذبذبات المنخفضة يحدث الصرع أو شللا دماغيا فعالا أو تدمير القدرات في جزء واسع من الدماغ إن فعالية هذا التأثير تزداد تبعا لشكل محدد للموجات المغناطيسية وقوة المجال المغناطيسي وطول النبضات وتكرار ذبذبات الموجات ونوع حامل الذبذبات وخاصة من نوع الراديو ذو الطاقة أو الذبذبات المنخفضة إن هذا النظم يمكن تطويره واختباره على الأنسجة أو في تجارب على الحيوانات مع إضافة أبحاث على أشكال الموجات المغناطيسية باستعمال الموجات المغناطيسية الراديو من النوع المنخفض في طاقته يمكن جعل الجنود سريع التأثير من عوامل كيميائية أو بيولوجيا ترشف الهواء حولهم والتي لن يتأثر منها باقي الناس الذين لم يعرضوا مسبقا لذلك الإشعاع المغناطيسي الذي تعرض له الجنود إن سلم استعمالات المجالات الكهرومغناطيسية في المواقف العسكرية والشبه العسكرية واسع جدا بعض هذه الاستعمالات تخص ردع المجموعات الإرهابية والتحكم في الجمهور في الاحتجاجات والتحكم أمنيا في المحطات العسكرية والقضاء على الوسائل التي كانت تجعل الجنود عاجزين عن القتال في المجال التكتيكي للحرب مقال مجلة البيوتكنولوجيا للقوات الجوية الأمريكية في عام 1982 تقول كذلك ميدان آخر يبرهن فيه لإشعاع الكهرومغناطيسي عن أهميته هو تحسين القدرات الخارقة أو ما فوق الطبيعي لدى أشخاص معينين كالتنبؤ بالمستقبل أو الغائب تقول الصحافة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين إن إثار الظواهر الخوارق أو الأفعال ما فوق الطبيعي لدى أشخاص هو نقطة أخرى مهمة أثيرت في مجلة القوات الجوية الأمريكية ماذا يعني هذا؟ في تقرير للصحافة في نورنبر 1995 أذيع سر اهتمام خاص للمخابرات المركزية الأمريكية CIE وهو منذ عشرين عاما والولايات المتحدة الأمريكية تستعمل سرا للأشخاص ذو القدرات ما فوق الطبيعي أو الخارقة لتنفيذ القوانين المتعلقة بمراقبة المخدرات وتتبع أو ملاحقة الرئيس الليبي معمر القدافي وللبحث على المعدن الإشعاعي بلوتونيوم في كوريا الشمالية وهذا الخبر تؤكده المخابرات المركزية الأمريكية عمليات التجسس باستعمال أشخاص ذو القدرات ما فوق الطبيعي والمسمات ستارغيت لا يعتمد عليها كثيرا ولكن ثلاث أشخاص على الأقل من هذا النوع من الجواسيس استمروا في العمل لبعض الوقت حسب أقوال الباحثين الذين يقيمون عمل المخابرات الأمريكية يجب كذلك الإشارة إلى كون إذا هذا السر أو التقرير تزامن مع إقرار الجيش الأمريكي بالاشتغال على نفس المشروع أي استعمال الإشعاع المغناطيسي فيما يخص قدرات الأشخاص ذو القدرات ما فوق الطبيعي هذه القصة نشرت في كتاب لدافيد مورهاوس وهو المحارب ذي القوى ما فوق الطبيعي يقول الكولونيل جون أليكسوندر الذي يعمل في لوس ألوموس في أمريكا وهو مؤيد لهذه المشاريع المتعلقة باستلاح المغناطيسي هناك أسلحة تستعمل أو تستهدف قوى العقل أو الدماغ وقدراتها في القتل أو تدمير برهن عليها سابقا الأسلحة المغناطيسية تكون صامتة ويصعب اكتشافها ولا تحتاج إلا إلى مدير آلة واحد ليشغل محركها حسب صحيفة وفيما يخص السلاح الغير القاتل أي المغناطيسي قيل حاليا هناك سلاح يستعمل ويعدل الموجات المغناطيسية من نوع الراديو ذات الذبذبات المنخفضة جدا وهو في طور التطور أكثر هذا السلاح المغناطيسي يعمل في تشكيلية 20-35 كيلو هيرتز وذبذبات الموجات المغناطيسية تنبعث من هوائيات أو صحن أنتن علوه ما بين متر ومترين وتنطلق على شكل رصاصات صوتية أي ما تحت عتبة السمع هذا السلاح سهل الاستعمال ومناسب لأنه يستعمل قوة مغناطيسية تضبط بسهولة في درجة قوته السفلى الرصاصة الصوتية الصامتة التي يطلقها تحدث وعك جسمانية قوية بما فيه الكفاية لصد أي تهديد قادم وقريب من الخارج أو من أشخاص ولما تزيد قوة الموجات هذا السلاح فإنه يسبب الغثيان والتقيئ والألم في البطن لدى الشخص المستهدف وأعلى قوة لموجات هذا السلاح المغناطيسي تسبب انفجار داخلي لعظام الشخص المستهدف تماما ولما ترسل هذه القوة المغناطيسية إلى رأس الشخص المستهدف فإنها تسبب رنين عظام الجمجمة وتكون أو تخلق أصوات كلماتها مفهومة في الدماغ ليسمعها الشخص إن الجيس الروسي طور هذا النوع من السلاح أكثر مما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا فإن الروس عرضوا على الـ FBI المكتب الفيدرالي للأبحاث الأمن الأمريكي هذا السلاح المغناطيسي الذي يجعل الشخص المستهدف يسمع أصوات مفهومة لما توجه موجاته المغناطيسية إلى الرأس لإيهام أو جعل عناصر فرق دافديين تظن أن الله هو الذي يتكلم إليهم لما يصلوا إلى الطريق المسدود في قضية ما ولكن الـ FBI رفضت عرض الروس لأن أفكار تلك الأصوات التي يحدثها ذلك السلاح في العقل لا يمكن التنبؤ مسبقا بمحتوها هناك سلاح آخر يستعمل ذبذبات من نوع الراديو للموجات المغناطيسية المنخفضة للطاقة وطور منذ عام 1978 تحت اسم عملية بليك استياء هذا السلاح طور من طرف المخابرات المركزية الأمريكية والهدف منه هو خلق ارتداد إشارات الموجات المغناطيسية الراديو في قوتها العليا من الغلاف الجوي الأيوني حول الأرض ليسبب خللا أو ضررا أو أضرارا أو اضطرابا في الوظائف الذهنية للسكان منطقة معينة يتم اختيارها مسبقا وعمدا بما فيها عمال المحطات النووية في أوروبا الشرقية إن استعمال المخابرات المركزية الأمريكية لموجات المغناطيس من الغلاف الجوي الأيوني حول الأرض يذكرنا بالإمكانيات المغناطيسية المتوفرة حاليا باستعمال محطة هارب التي طورت منذ 15 سنة في ألاسكا انظر كتاب هذه الملائكة لا تشغل هارب لنفس الكاتب نيك بيكيش على الأنترنيت أنجلز دونت بلي ديس هارب إنه أصبح واضحا أن كل هذه النظم المغناطيسية طورت ثم أخفيت على الناس وهذه الأعمال تستمر إلى اليوم تاريخ نشر هذا الكتاب الذي أترجم أجزاء منه هو الفنستة الميدان الآخر لاستعمال الأسلحة الغير القاتلة أي المغناطيسية هو استعمالها ضد الآلات هذه الأسلحة المغناطيسية يمكنها تعطيل عمل الآلات أو جعلها قابلة للعطب بسهولة في هجوم قادم زيادة على هذا الضرر في الآلات إن كون الإنسان أصبح متعلقا كثيرا بالآلات يجعله يائسا عند تدميرها إن ترسانة الأسلحة المعطلة للآلات يضم أسلحة مايكرو موجات أي موجات مغناطيسية ذات ذبذبات أقل من موجات الراديو وأطول من موجات الضوء ونبضات المغناطيس الغير النووية وسلاح الأزر الإشعاعي لازر ليزر إن قدرات هذه الأسلحة لا تقتصر على قدرتها على تعطيل أجزهة الاتصال أو التواصل لدى العدو بل هي تسبب كذلك إثارة حرارة شديدة فوق الطبيعي في الأعضاء الداخلية أي في أحشاء الأشخاص المستهدفين هذه الأسلحة المغناطيسية المضادة للآلات طورت في المختبر الوطني بلوس ألموس بأمريكا وتصدر أو تطلق إشارات أو موجات كما في أسلحة الموجات المغناطيسية من نوع الراديو ذات الطاقة أو الذبذبات المنخفضة وتدمر ترانزيستور الغلغال في الآلات وأجهزة كهربائية أخرى على مستوى آخر أصغر إن أسلحة المغناطيس المحمولة من طرف القوات البرية قادرة على تدمير الأجزاء الكهربائية في عربة عسكرية مصفحة أو في الدبابة إن هذا السلاح المحمول المغناطيسي طور من طرف الأمن البوليس ويصدر نبضات مغناطيسية يمكنها توقيف سيارة فورا وإجباريا هذه النظم المغناطيسية تتيح مزايا إيجابية وسلبية في نفس الوقت ونحن نتقدم إلى القرن 21 ماذا سيكون رد الناس أو الجمهور فيما يخص موضوع هذه النظم أو الأسلحة المغناطيسية نقول إن ردهم سيخلق تغييرا ملموسا إيجابيا فيما يخص استعمال والتطوير هذه النظم والأسلحة المغناطيسية وأظن أنه لا بد أن تطور نظما أو أجهزة تتيح اكتشاف هذه الأسلحة أو التكنولوجيا المغناطيسية لغرض الحد من سوء استعمالها ضد الناس موسيقى موسيقى